بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب اليوم راح نتكلم عن الجزء الثاني من الLAB LASH اللي هو ال- shop BLS Transform بالمحاظرة الشابقة تكلمنا عن ال- AND ورفنا الرمز ما لاب لس هنا ال- shop الرمز راح يكون L والسالب 1 هذه هي الدالة F of S فإذا يتأخذ لها لا بلاس انفيرس راح تصير F of T نطبق عليها طبعا كل التحويلات اللي أخذناها بالجزء الأول هو يعني بمجرد أن أخذ لها لا بلاس انفيرس يعني مثلا لا بلاس الثابت هو C على S الانفيرس مالتها راح يرجع C وكذلك بالنسبة للإكسفينشل AT إذا تذكرونها هي واحد على S ناقص A الانفيرس مالتها راح يرجع إكسفينشل AT بالنسبة للT هو واحد على استربيع الانفيرس مالتها يرجع لي T وكذلك بالنسبة للساين والكوساين بس مجرد أخذ لها لا بلاس انفيرس ترجع الدوال كما هي وكذلك بالنسبة للساين هاي بوربريك والكوساين هاي بوربريك اللي أبلاس مالتها هي هاي الدوال في الانفيرس مالتها هو ساين هاي بوربريك وكوساين هاي بوربريك المهم أنه نحن نعرف البروبرتيز مع الانفيرس لابلاس ترانسفورم أسا عندنا أول مثال هنانا خاصية الأولى إذا تذكرونها اللي هي لانيرتي أف أوف الأس تساوي ناقص ثلاثة على أس زائدا اثنين على أس ناقص واحد زائدا واحد على أس زائد واحد أسا شباب إذا أريد أحل هذا السؤال أخذ لابلاس انفيرس للطرفين أسا واحد من الطلاب يسألني يقول لي أنا شون أعرف لابلاس انفيرس وشون أعرف لابلاس بس طبعاً أتد لأي في معاطفها بعد فصلها لابلاس انفيرس وإذا أف أوف because theined away آو أنا في السؤال أ았 نسبتي allow the last transfer مثل للتعرفاهرة لابلاس انفيرس هو للطرفين الطرف الآخر رح أوزع اللابلاس على الطرف على الحدود فرح يصير اللابلاس inverse ناقص 3 على S زائد اللابلاس inverse 2 على S ناقص 1 وهذا الحد الثالث المهم شباب أنت توفر توفر في مقدار ممكن أنه أنت تأخذ لي اللابلاس هسا هنا سالب 3 على S هذا ممكن مباشرة أخذ لي اللابلاس ليش وكأنما هو ثابت أنا ما أخذ لي اللابلاس صير سالب 3 على S فإذا إذا أخذ لي الانفيرس رح يرجع لي شنوه سالب 3 كذلك بالنسبة للحد الثاني هو 2 على S ناقص 1 2 على S ناقص 1 ما أقدر أخذ لي اللابلاس لازم شسوي أوخر الثنين أطلحه بره ثابت يبقى لي 1 على S ناقص 1 هذا موجود عدي أعرف اللابلاس مباشرة هو exponential T عسا 1 يسألني يقول شوك تخلي سالب شوك تخلي موجب هذا S ناقص 1 وكأنما تأخذه وتساوي بالزيرو وتنقل السالب 1 يصير 1 فتخلي هنا على 1 هنا بالنسبة للحد الثالث هذا مباشرة أقدر أخذ لي اللابلاس انفيرس اللي هو exponential ناقص T عدي أعدي مثال آخر اللي نردتلي اللي هو شنوه FF S يساوي 9 على S تربيع ناقص 6 على S ناقص 4 زاد 12 على S تربيع زاد 9 ناقص 3 S على S تربيع ناقص 200 ناقص 25 فهذا لما أخذ اللابلاس انفيرس للطرفين ووزعت اللابلاس مباشرة التسعة ثابت بره يبقى لواحد على S تربيع ناقص الستة أطلح بره حتى يبقى لواحد على S ناقص 4 وكذلك بالنسبة لل 12 من ين جايتني ليش من ين جايتني لذي هنا S تربيع زائد 9 وكنما مجموع مربع 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 حدين فهنان هذا التسعة هي 3 تربيع فلازم أوفر فوق شنو 3 فلما أوفر 3 لازم جيد أطلع من هذه 12 4 الغاية من ها شنو حتى أقدر آخر لها لابلاس ان فيرس الحد الثالث هو 3 S على S تربيع ناقص 25 هاي الثلاثة أطلح بره يبقى لابلاس ان فيرس 5 على S تربيع ناقص 25 عدتشين مباشرة أقدر أخذ له لابلاس حتى سنشوف لابلاس ان فيرس مارتهم شنو 1 على S تربيع هو T ناقص 6 بره 1 على S ناقص 4 هو exponential 4 T هاي الاربعة 4 T زاد الاربعة بره لابلاس ان فيرس الثلاثة على S تربيع زاد 9 هو S 3 T ناقص الثلاثة بره لابلاس ان فيرس 5 أفوا S هذا S S على S تربيع ناقص 25 هذا هو الكوسين هاي بربيع 5 T جذر هاي 25 هو 5 T زين بعد عدي مثال الثالث يساوي لي 1 على S تربيع ناقص 16 زاد 1 على S 5 ناقص 3 على 2 S زاد 3 حسا اخذ لابلاس ان فيرس للطرفين هنا S تربيع زاد 16 جذر 16 شكيت هو 4 4 فأخلي 4 فوق وأطلع 1 على 4 برا حتى أقدر أخذ لابلاس بعد أجل هذا الحد الثاني 1 على S 5 3 3 2 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 5 5 5 ناقصا الحد الأخير 3 2 2 S 1 3 2 3 1 1 1 3 ثلاثة مثال الرابع اللي هو F of S تساوي 1 على S تكعيب ناقصا 3S ثلاثة 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 لا أقدر أخذ ثلاثة فلازم أسحب سحبة S عام المشترك ثلاثة ثلاثة S ثلاثة ثنيا ثلاثة فلإنتك البدء سأفتح هذا سأفتح إلى حد قوسيا هنا S Or و وهنا انا اس ناقص واحد الغاية منها شنو حتى افتح هذي الكسر اسويه بالpartial fraction شلون نزلت لابلاسن فيروس رح يصير عندي الاس والاس ناقص اثنين والاس ناقص واحد كلهم كل وحدة بكسر هناش رح اخلي فوق اي وهنا بي زايدا سي زين هسا رح ارجع اوحد المقامات حتى اساويها بالحد هذي اللي هو واشوف قيمة الاي والبي والسي حتى ممكن اقدر اخذ الكل لابلاسن فيروس فاسا صارت عندي اي اس تربيع بعد ما واحد المقامات اي اس تربيع ناقص ثلاثة اي اس زايدا اثنين اي زايدا بي اس تربيع ناقص بي اس زايدا سي اس تربيع ناقص اثنين سي اس رح اخذ الاي اس تربيع ويا البي اس تربيع ويا السي اس تربيع و أساويها بالحد الآخر اللي هو 0 هنا ما عندي S تربيع فساويتها بال 0 وهذا سميتها معادلة 1 أرجع أخذ مهات S اللي هي ناقص 3 AS ناقص B S هنا بعد ما عندي يساوي لي همينة 0 ما عندي هنا أنا S أخيرا المعادلة الثالثة اللي هي الاثنين A والاثنين C ناقص عفوا زائد 2A ناقص 2C راح يساوي لي يساوي لي الواحد هاي معادلة الثالثة من هاي المعادلة اللي هي ناقص 3A هاي الاس راح تروح منها راح يبقى ناقص 3A ناقص B منها خليت B بدلالة ومن هاي المعادلة راح أطلع الـ C بدلالة الـ A هذاني وين أعوض نعوضهم بها المعادلة حتى المعادلة الصير عندي كلها بدلالة الـ A فعوضت هنانا صارت المعادلة عندي كلها بدلالة الـ A راح أقدر أحصل على قيمة الـ A اللي هي ناقص نصف والـ B منها أقدر أحصل عليها اللي هي 3 على 2 والـ C منها أقدر أحصل عليها اللي هي سالب 1 هسا راح نشوف شنسوه هسا راح نشوف شنسوه هسا طلاب هاذا شوفوه راح نعوض مكان A U B و C نجي هنانا نرجع لابلاس انفيرس طلعنا قيمة الـ A هي ناقص نصف عوضناها وطلعنا قيمة الـ B هي 3 على 200 وطلعنا قيمة الـ C هي سالب 1 هسا صار عندي 3 كسور ممكن أقدر أخذ لهم اللابلاس مع مراعاة بعض التغييرات بالبسط فراح يصير عندي هنانا طلاب سالب 1 على 2 سالب 1 على 2 على S هذا هو مباشرة اللابلاس انفيرس مالته هو سالب 1 على 2 زادا الثلاثة على 2 طلعها بره ثابت يبقى لي 1 على S ناقص 2 هذا أقدر أخذ اللابلاس انفيرس اللي هو إكسبوينشل 2 وكذلك بالنسبة للحد الأخير رح يصير هنا سالب هذا مباشرة هو إكسبوينشل T بعد أدي مثال ثاني أفوف الـ S تساوي S زادا 1 على S تربيع زادا 6S زادا 25 عسا شباب آخذ لابلاس انفيرس للطرفين صار عندي هج زادا 6S بعد شا سوي أسا هنان شباب هذا ما أقدر أفتحه إلى قوسين يعني يصعب عليه فاش راح أسوي راح أضيف وأطرح شنون أضيف وأطرح يعني هذا المعامل عامل الوسط النصف مربع مربع النصف معامل لحد الوسط اللي هو 3S هاي 6 نصف هجقيت 3S تربيع 9S راح أضيف 9S وأطرح 9S وهي الـ 25S تنزل ش راح يصير عندي الغاية منها شنو هاي حتى يصير عندي مربع كامل مربع كامل مربع كامل هو S زاد 3 لكل تربيع هاذا الحيث صار S زاد 3 لكل تربيع زادا 25 ناقص 9 زاد 16 هسه اش صار عندي صار عندي هاذا الجوة لما أبوع عليه مجموع مربعين يعني هاذا مجموع مربعين بس هنا صاري البيه شفتنك اللي هو زاد 3 فلازم أوفر فوق شفتنك همين زاد 3 شنون راح أوفر هسه هاي الـ S أضيف لها 3 وأطرح 3 منعدها هسه سالب 3 زاد 1 صارت سالب 2 وهذا نزل كما هو والحد الجوة نزل كما هو هسه لما أبوع هاذه هو عبارة عن دالت كوساين لأنه وفوق S وجوه S ثار بها زاد 16 بس شبيهة بها شفتنك اللي هو تلافه هسه قبل لا أخذ هذا راح أوزع أوزع هذا الحد على هذا ناقصا الـ 2 لابلاسين فيروس هذا الحد الثاني راح نشوف شو يصير هسه هسه طلاب مثل ما قلت لكم هاذ الشيفتنك هو عبارة عن ناقص ثلاثة هسه شراح من عندي راحت من عنده هاي الثلاثة وهاي الثلاثة راحت وقالي أس على أس تربيع زاعدا 16 أس على أس تربيع زاعدا 16 هو شنوه اللي هو هذا أس على أس تربيع زاعدا 16 هو شنوه هو الكوساين كوساين جذر 16 اللي هي أربع زين هذا الحد الأول انتهت من عده نجي للحد الثاني هسه الاثنين بره ما عندنا مشكلة بها وهنا شيفتنك شنوه هم معنى ناقص ثلاثة راح يروح هذا ثلاثة راح يبقالي واحد على أس تربيع زاعدا 16 هنانا ش محتاج محتاج بس هنانا جذر 16 اللي هي أربعة وأضرب بره على واحد على أربعة فصار عندي هنانا شوفون طلاب اذا ايدا وفر هنانا هنانا واحد على واحد على أربعة وهنا راح يصار عندي أربعة هاي أربعة فصار هذا شنوه هو عبارة عن ساين أربعة وبره ثمين على أربعة راح يصير هاي واحد على ثمين هاي واحد على ثمين واحد على ثمين هاي ثمين بعد تروح منها فصار ناقص ثلاثة تي زين هاي الخطوة بعد ما لها داعي المهم سادسا أفوف الأس تساوي تسعة على أستكعيب زادا أس هاي شباب هذا أخذ للأبلاسم فيرس أسحب منانا أس سحبت الأس هنا بعد س راح أسوي أجزء الكسر مالتي بال بارشال فركشن صار عندي أه هنانا الأس جوه وهذا الأس تربيع زاعد واحد بالمقام فهنان الأس مقابلها فوق أي وهنان بما أنه تربيع فراح أضيف بي أس زاعدا سي واحد المقامات نفس الحالة وأساويها بهذا الحد الفوق واحد المقامات أخذتهم اللي هي أس تربيع زاعدا أي زاعدا بي أس تربيع زاعدا سي أس يساوي لي تسحة راح أخذ اللي بيهن تربيع وأساويهن بالزيرو لأنه هنا مو عندي هنا مو عندي فتشي بي أس تربيع فزيرو راح أخليه وشي بقالي منانه راح يبقالي السي اس والأي السي اس أخذها أساويها بالزيرو طلعت لي منا قيمة السي زيرو والأي شي تقابل تقابل التسعة في أي تساوي تسعة منها حصرت على السي زيرو والبي هي سالب تسعة راح أرجع أعوفهم هنا الأي تسعة والسي زيرو والبي تساوي سالب تسعة بس شبار صار عندي لابلاس ان فيرس هو تسعة على اس زاعدا ناقص تسعة اس على اس تربيع زاعدا واحد فهذا هو مباشرة تسعة تسعة هاي تسعة ماكو تي بعد تسعة هاي ناقصا هذا الناقص تسعة بره اس على اس تربيع زاعدا واحد هو كوساين تي هاي الواحد هنا يعني معناتها زيان عدي بعد مثال يقول اف اوف الاس يساوي الواحد على اس مضروف في اس تربيع زاعدا واحد هسا هذي شباب ممكن انت تقدر تحلها مباشرة بالبارشة وفركشنج الطرق اللي اخدناها هسا قبل شوية لكنه اذا انا مثلا حكمتك وقتلك حليها بالانتغرال اذا تذكرون انه لابلاس للانتغرال نص صفر للتي اف اوف الت في الدي تي ساوي لي اف للاس عليه اس هسا هذي شباب انا اذا ايدحل هذا السؤال بالانتغرال طبعا اول شي لازم هنا عندي اس اذا اس تربيع ما اقدر احله بالانتغرال فهاي الاس اغض النظر عنها يبقى لي واحد على اس تربيع زاعدا واحد هاي اس اخذيها لابلاس انفيرس صارت لي ساين تي حسا هاي الاس لما انشلتها ايش ضفت هنا بالمقابل ضفت تكامل من الصفر للتي ساين تي دي تي هسا كامل هذا الساين تي رح يصير ناقص كوساين تي حدود تكامل من الصفر للتي انعوض بالحد الاعلى ناقص التعويض بالحد الادنى فصار عندي واحد ناقص كوساين تي هاي طريقة الانتغرال اذا انا فرض عليك مثلا تحلي بالانتغرال هاي رح ما رح تقدر تتحلي بالبارشل الفركشن تحلي بهاي الطريقة عدنا بعد احنا هانا مثال احنا نحاول نغطي كل الخواص مال الابلاس فهنانا ادي اف اوف الاس تساوي اثنين اس زاعدا ثلاثة على اس تربيع زاعدا تسعة حسا هنا شباب الحل ان انا اجزئ الاثنين اس على هذا المقام والثلاثة على هذا المقام فلما اجزئ هين صارت الاثنين اس على اس تربيع زاعد تسعة زاعدا ثلاثة على اس تربيع زاعد تسعة هذا اقدر اخذ للابلاس وهذا هم من اقدر اخذ للابلاس فراح الاثنين اخليها بره فاس على اس تربيع زاعد تسعة هو كوساين ثلاثة تي وهنا نفس الحالة الاثلاثة هذا جاهز ثلاثة على اس تربيع زاعد تسعة مباشرة اقدر اقول ساين ثلاثة تي نفس الحالة على طريقة التجزئة هذا السؤال هو S تربيع زائد 2S على S وساربعة مباشرة أجزء هذا وأجزء هذا فصار عندي S تربيع على S وساربعة صار واحد على S تربيع زائدًا 2S تقعب لأنه الأسوأي لأس تروح فيبقى 2S هذا لا بلاسين فيه اسمالته هو T ليش؟ لأنه هنانا S تربيع وهناه كأنه مضروب الواحد فصار T هنا الثنين بره الأس تقعب بش محتاجة حتى تصير T تربيع محتاجة مضروب الثنين فوق مضروب الثنين فوق وبره لازم أخلي شنوه واحد على مضروب الثنين فأسوف فرد هذا هذا مباشرة هو T تربيع على مضروب الثنين طلاب الخاصية الأخرى بالسؤال رح يجيني Exponential-3S على S تربيع زائدًا 4S زائدًا 5 بس شباب لما أبع هنا بالسؤال عندي Exponential فمباشرة أذكر الطريقة ما الهيبي سايد إذا تذكرونها لا بلاس F T-K في الهيبي سايد اللي هي T-K هذا تذكرونه يساوي لي Exponential-K هذا هذه الهيبي سايد وهذا الباقي هو F-S فأسه أجي هذا مباشرة شنوه هو الهيبي سايد فشيقول H في T ناقصًا ثلاثة هنا شباب بتاخدها نفسها ناقص ثلاثة تخليها ناقص ثلاثة نفسها الهيبي سايد فH في T ناقصًا ثلاثة في H بقالي بقالي واحد على S تربيع زائدًا 4S زائد 5 هذا هو أخذ للابلاس انفيرس أوكي اللي هو F-S هاي أقصد بها F-S جزيلا فأسه أخذ للابلاس انفيرس لهاي الدالة هذا الكسر فواحد على S تربيع زائدًا 4S زائدًا 5 احنا أنا ما أقدر أجزي لازم شي سوي لازم أضيف نصف مربع الحد الوسط اللي هو الأربعة نصها جئت اثنين تربيع أربعة فضفت أربعة وطراحت أربعة زائد الخمسة اللي هي هاي جزيلا إش صار عندي قلنا حتى شي يصير هذي حتى يصير مربع كامل صار S زائد الاثنين لكل تربيع خمسة ناقص أربعة يبقى لي واحد هذا بشيفتنج إذا شوفه S زائد الاثنين بها شيفتنج فهذا الشيفتنج هو شنوه هو إكس بوينشل ناقص اثنين T راح هذا الثنين بقال واحد على S تربيع زائدًا واحد ديما نيذكرك هذا بالسين T أرجح حتى أخذ للابلاس انفيرس لكل الكسر كله فاش راح ينزل عدي تنزل في إكس بوينشل ناقص اثنين T لازم تسويها مثل هاي فصير T ناقص ثلاثة كل T لازم نضيف لها تطرح نعدها ثلاثة عفوا مثل ما عندك هنا بالهبز هاي فرح تصير إكس بوينشل ناقص اثنين T ناقص ثلاثة سين T ناقص ثلاثة بعد مثال حتى توضع أتكم أكثر بعد للابلاس انفيرس اكس بوينشل ناقص اثنين T ناقص اثنين T ناقص ثلاثة بره لابلاس ناقصا اربعة على اس سائدا اثنين. هسا شباب اهنان قلنا اذا نشوف اه اه دالة كسرية فهذا اه ممكن اعتبره مباشرة هو اللي هو اتش تي ناقص اثنين لابلاس البقي اللي هو واحد على اس زائدا اثنين ناقص ينزل لثلاثة بره هذا هو اللي هو تي ناقصا اربعة وقال واحد على اس زائدا ثمين هذني اللابلاس احول هن اللي هن واحد على اس زائدا ثمين هو اكسبوينشل اه ناقص ثمينتي وهذا اه هو واحد اه لابلاس ان فيوس واحد على ان نفس الحالة فأس اش راح يكون عندي طلاب هيكون عندي اه لابلاس ان فيوس لهاها الكسر كلج راح سيكون لدي الهفي سايد في ايكسبوينشال ناقص اثنين تي لكنه تي اطرح من عدها هاي الثنين وهنا نفس الحالة الهفي سايد هو تي ناقص اربعة والاكسبوينشال هاي مال تي رح اصدر ناقص اثنين تي رح اطرح من عدها اربعة هنا طلاب حال 11 اذا اجاني بالسوال لابلاس انفيرس لن مطلق الاس زالا واحد على اس ناقص اثلافة فهنان اذا تذكرون لابلاس تي في اف اوف تي يساوي لي سالب واحد اس واحد تي بنسبة لدي اس اف اوف الاس شباب اذا اجاني لين اهنان افضل طريقة الحلة هو ال اشتاق افضل طريقة اليه قبل لا اشتاق اساوي بعض التعديلات على السوال مثليش هسا لين من خواصة انه اقدر الكسر اقدر افتحه في صير طرح فراح يصير لين الاس زاد واحد ناقصا لين الاس ناقص ثلاثة هسا شا سوي اف اوف التي يعني هذا اقدر اصوي بالاف اوف التي مثل ما اهنان اذا تشوفون هسا هادا اخذها اف اوف التي التي هنا قسمت عليها والباقي ينزل فراح شا سوي راح اخلي سالب واحد على تي لا بلاس ان فيرس هذا راح اشتاق حتى اسهله اشتاق حتى يصير عنده واحد على اس زين فدخلت عليه لين الاس زاد واحد فراح اشتاق هذا اشتاق هذا راح يصير عندك واحد على اس زاد واحد ناقصا واحد على اس ناقص ثلاثة هسا سهلة العملية اقدر اخذ لهذا لا بلاس ان فيرس طبعا اه شباب انت ما تقدر تضيف اه انتقرال اه عفوا اه الا لازم هنا انا توفر واحد على تي واحد على تي حسب هذا القانون زين فحسا هنا اه اه قلنا سهلة العملية هذا لا بلاس ان فيرس مالته هو اكس وينشل ناقص تي وهذا لا بلاس ان فيرس مالته هو اكس وينشل ثلاثة تي وهنا السالب واحد عدتي يبقى اه بعد ادي مثال اخر على هاي الطريقة اللي هي طريقة الاس دريفاتي اه لا بلاس ان فيرس لان الاس تربيع زادا اربعة على اس تربيع اه ناقصا واحد اسا اجي اه اشتق هذا اللين راح يصير عندي اه مشتقت داخل القوس على القوس نفسه فصال اثنين اس على اس تربيع زادا اربعة ناقصا اه اثنين اس على اس تربيع ناقص واحد هسا راحت بقالي بس اللابلاس ان فيرس هذا ممكن اخذ اللابلاس اه ناقص واحد عدتي تنزل الاثنين برا اس على اس تربيع زادا اربعة هو الكوساين اثنين تي ناقصا الاثنين برا اس على اس تربيع ناقصا واحد هو الكوساين هاي بوربالك تي ادي مثال 13 اه اه اف اوف تي تساوي الى بلاس ان فيرس اس على اس تربيع زادا واحد الكل اه تربيع اه شباب اذا اجاني اه بالمقام اه الكل تربيع هذا اه دائما اه تفكر بحله بطريقة الكمولوشن اشلون هسا هنا الابلاس ان فيرس اس على اس تربيع زادا واحد الكل تربيع راح افتح هذا المقام راح يصير اس تربيع زاد واحد في اس تربيع زاد واحد مثل ما ما تشوفون وهي الاسمين جايتني جايتني من اس في واحد هسا صارت عندي دالتيا اه كل واحدة اقدر اخذ لها لابلاس ان فيرس اه مباشرة اه هسا هنا صار عندي هذا هاي سميتها الدالة اس الاس بكيفكم انتم اسموها اف اف الاس شي تسميها اسميها اسا اس هذا هو كوساين تي وهنا هذا الحد الثاني هو اه جي اس سميتها جي اس هو ساين تي هسا اذا اريد اخذ لابلاس ان فيرس الهذا اه لازم اكاف ابيما بالكونولوشن اللي هو جي اه كومولوشن الاج للتي ويساوي لي هذا حتى اتخلص من هذا الرمز اللي هو الكونولوشن لازم اضيف تكامل من الصفر للتي اه كوساين هذي الكوساين انزله بس لازم شه احول احول كل تي الى تاو مضروف في اه ساين هذا الساين التي اطرح من عندها التاو والاشتقاق رح يصير بالنسبة للتاو نزيل هسا هذي شون اقدر اكامل شباب هسا عندي تحويل كوساين فرق كوساين ساين فرق زاويتين يعني اختلاف زوايا هنا هنا عدة تاو وهنا تي ناقص تاو اه الهقانون اذا تذكرون اخذناها بالفورير سيريز اه رح يصير ناقص نصف ساين اه اثمين تي ناقص تي ناقصا ساين تي ومره مجموع الزوايا ومره مجموع الزوايا ومره مجموع الزوايا ومره الفرق بين الزوايا يعني مره زااد ومره ناقص فهسا اذا اريد اه حولناها هسا صارت عندي اثمين تي ناقص تي اه اه دي تاو اه زادا واحد عدد اثمين تكامل من الصفر لتي ساين تي دي تاو هسا هذا اه اه اذا عيدة كاملة هو ناقصا كوساين اثمين تاو ناقص تي على اه اه اثمين مشتقة الزاوية اللي هي اثنيا اه حدود تكامل من الصفر المن للتي زائدا اه زائدا اه زائدا نصف هذا التكامل شنوه هذا يعتبر ثابت الساين تي طلاب هنا ساين تي هو ثابت فراح اقول هذا ثابت واضيف بس تاو حدود تكامل من الصفر للتي هسا راح اعوض بالحد الاعلى ناقصا تعويض بالحد الادنى فهنان اعوض بالحد الاعلى احنا راح تخلي تي فاثنين تي ناقص تي راح يبقى لي تي واحد ناقصا عوض بالحد الأدنى راح يصير صفر ناقص T راح يصير كوسين ناقص T على 2 زائدا النصف هنا ينزل عوض بالحد الأعلى راح يصير ساين T مضروب في هاي تي ناقص تعوض بالحد الأدنى ساين هذا الذي تعوض ب زيره راح يصير زيره هذا كوسين T ناقص كوسين T صفر راح يبقى لفقا نصف ساين تي هاي طريقة هاذا مثال ناخذ مثال ثاني شباب على الكونفولوشن هنا عندي افوف التي تساوي لا بلاس انفيرس واحد على استربيع استربيع زادة هنا واحد هسا الشباب لما نشوف هنا رح يصير عندي لا بلاس انفيرس واحد على استربيع في واحد على استربيع زادة واحد فهس هنا طلاب هذا اقدر اخذ لي لا بلاس انفيرس مباشرة هو تي وهذا اقدر اخذ لي مباشرة هو ساين تي فهنانا لما نحاولها الكونفولوشن قلنا يصير تكامل من نصفر للتي فصير تي تاو في شاين تي ناقصا تاو بس هذا ينزل يصير تاو وهذا الشاين تي اخلي هنان تي ناقص تاو اذا واحد يسألني يقول لي يا هل اخذها الاس للاس هاي هاي انت بكيفك مخير تي تأخذ هاي اس للاس تي تأخذ هاي جي للاس يعني تقدر تقلب هس هذا ما اكو مشكلة يعني تقدر تعتبر هاي اه هاي تي ناقصا تاو وهي فقط ساين تي ممكن يعني المهم هاذا اه شون اقدر احله هاذا احله باليو دي ذي هنانا اليو هي التاو فاشتقاقها هاذا والدي ذي هو ساين تي ناقصا تاو اه كامل هصارت هاذا فاسا احلها حل بعد عادي اللي هو يو في ناقصا تكامل فيديو اه اه اعوض بالحد الاعلانه قصا عوض بالحد الادنى غا حيصير عندي تي ناقصاة انساين اه اه تي لابلاس تربيه ماهو؟ اذا ستذكرون درسنا بالابلاس انه لابلاس للف وف تي هو ف وف ال اس حي متفقين عليها لابلاس للف داش تي هو قلنا اس اف وف ال اس ناقصا وكذلك لابلاس المشتقى الثاني للتي هو قلنا اس تربيه اف وف ال اس ناقصا اس اف وف الزيرو ناقصا اف داش للزيرو وكذا بالنسبة المشتقى الثالثة والمشتقى الرابعة نتعلمناها بالابلاس ترانسفور حسا هنان اذا يد احل معادلة من الدرجة الاولى هي واي داش زادا اثنين واي تساوي لي اكسبوينشال ناقص تي وهنان انا منطيني باوندر هو واي للزيرو يساوي اثنين انا شباب بس اكون ملحوظة اهنا اهنان اف او في ال اس هي انا ما اكون مشكلة اذا سميت اهنا واي لل اس للضرورة لانها بما انه عنده واي فراح اسميها واي لل اس يعني مكان ما اكتب اف او في ال اس لل اس بالنسبة المن للدالة هاي اما هاي ال اف او في ال زيرو فراح اسميها واي للزيرو اف او في ال زيرو اسميها واي للزيرو وكذلك بالنسبة لل اف داش زيرو ممكن اكتبها واي داش للزيرو اوكي فراح اسميها واي داش اذا اريد افتحها عسب هاي القاعدة اس هذا ال اس اسميها واي لل اس ناقصا اسميها واي للزيرو زاعدا هنا اثنين تنزل ال واي هو شنوه اسميها واي لل اس وتساوي لي ناقص دي اذا اريد احوله هو واحد على اس زاعدا واحد فهذا الشباب هاي بها واي لل اس وهي بها واي لل اس فراح اخذ عامل مشترك واي لل اس او قبل له هاد يعني رح اعوض بالبوندور واجه قيمتها اثنين عوضتها وراح اخذ عامل مشترك بين هذا الحد وهذا الحد اللي هو واي لل اس وقالي اس زاعدا ثنين وهي الناقص ثنين رح انقلها هنانا نقلتها راح اوحد المقامات بيناتهن هذا صار على S زادا واحد صار 2S زادا ثلاثة هنا راح اقسم على S زادا واحد قسمت صارت 2S زادا ثلاثة على S زادا واحد مضروف في S زادا 2 هسه ممكن اخذ للطرفين يعني اوف اوف تساوي لابلاسين فيروس وين ال S وتساوي لابلاسين فيروس 2S زادا ثلاثة على S زادا واحد S زادا ثلاثة على S زادا ثلاثة هسه شباب هاذا شوان اقدر احله اقدر احله بالتجزئة اجزئ هاذا تشوفون شوان جزئنا افوف تي جزئنا اخذنا هذا الجو اخذنا كسر واحدة وهذا كسر واحدة وخلينا فوق A وهنان خلينا B ووحدنا المقامات طلعت عندي A S زادا ثلاثة A زادا B S زادا B يساوي لي يساوي لهذا اللي هو 2S زادا ثلاثة 2S زادا ثلاثة 2S زادا ثلاثة هسه سأساوي 2A زادا ثلاثة 2A زادا ثلاثة ثلاثة وسميتها معادلة ثلاثة راح اعوض معادلة واحد معادلة ثلاثة مكان كل A راح اخلي اخلي اثنين ناقصا بي فصارت اثنين مغروفي اثنين ناقصا بي زادا B يساوي لثلاثة البي طلعت ليش قد واحد منا راح احصل على قيمة A يساوي لواحد فهسه ارجع اعوضهم بالمعادلة مالتي هذي فصارت تساوي لابلاسين فيوس واحد على S زادا واحد زادا واحد على S زادا ثلاثة هسه مباشرة اقدر اخذ لابلاسين فيوس اه اكسوينشل ناقص T هذي وهذه هي اكسوينشل ناقص ثلاثة بعد مثال واخير ان شاء الله اه وي دبل داش زادا ثلاثة زادا واي يساوي لي T في اكسوينشل ناقص T وعدي بها وندر كوندشن شباب واي للزيرو يساوي لي واحد واي داش للزيرو يساوي لي اثنين هسه شباب مثل ما تعلمنا هنفتح اه الواي دبل داش ويصير S تربيع واي للأس ناقصا اس في واي للزيرو ناقصا واي داش للزيرو زادا الثنين في اس واي للأس والثنين دخلت هنا واي للزيرو زادا الحد الأخير اللي هو يبقى لي بس واي للأس يساوي لي واحد هذا شنوه يا شباب هاذا يساوي لي اللعب لازم ديور الت هي واحد على اس وهنانا عدي شفتنج فراح يصير زادا واحد فصار واحد على اس زادا واحد لكل تربيع يعني الت هو تحويلها واحد على اس تربيع وشفتنج عندي هنا فراح يصير واحد على اس زادا واحد لكل تربيع تربيع حسا اجي اعوض بالباوندر كونديشن مالتي عوضت بالباوندر كونديشن مالتي وسحبت عام المشترك بين الواي اس وصار لي اس تربيع زادا ثنين اس زادا واحد ا زادا واحد على اس زادا واحد لكل تربيع زادا اس زادا اربعة هذه الحدود اللي Hair شفتنجها بعد سと思ق س攻ب عادP فالتحويل هنانا اللي هو او قسمت هنانا بعدين هذا نحوله قسمت على S تربية زاد 2S زاد 1 هنانا وهنا ال S زاد 4 ال S زاد 4 سويت لها S زاد 1 زاد 3 يعني هاي الاربعة فتحتها سويتها 1 زاد 3 فصار عدي هنانا S زاد 1 زاد 3 وقسمت على S زاد 1 لكل تربيع هاي منيه جتني S زاد 1 تربيع اللي هي هذي شباب هذي السويت لها هذي جتني منيه جتني هذي جتني من S زاد 1 في S زاد 1 فصار S زاد 1 لكل تربيع هذي اللي اقصد به شباب فصار S زاد 1 لكل تربيع وحنا نفس الحالة الثلاث البقط من هاي الاربعة قسمت عليها صار S زاد 1 لكل تربيع وهذا همرجعت حولته هنانا شباب المفوض منها حوله مباشرة المهم فصار عندي صار عندي هنانا Y الاشي ساوي لواحد على S زاد 1 لكل تربيع ضربا صار 4 وهذا نزل كما هو فأسه آخر للطرفين هذي هو هذي شفتنج إذا تشوفونه هو 1 على S أربعة بس ش محتاج هنانا محتاج بس فوق أضرب مضروب التلاثة وأقسم على مضروب التلاثة فصار T والشفتنج هو Exponential ناقص T هاي الواحد صارت ناقص T زادا 1 على S زادا 1 هاي ليش صارت 1 على S زاد 1 هنانا اختصرنا هذا ويا هذا فبقالوا 1 على S زادا 1 هذا إذا اخذنا اللوازين فيوس هو Exponential ناقص T زادا الثلاثة بره وبقالوا 1 على S زادا 1 لكل تربيع نفس الحالة بيشفتنج يعني هذا اصله 1 على S تربيع 1 على S تربيع هو T والشفتنج هو Exponential ناقص T هاي الواحد صارت هنا ناقص T وثلاثة بره الى هنا شباب نكون قد اكملنا الفصل لا بلاس ترانسفور ان شاء الله نلتقيكم بمحاضرات قادمة ان شاء الله